السلام عليكم على قناة خيط ومقاس ما أم ندا كيف انتم مالا بس اليكم كنتمنى يلقاكم فيديو اليوم فأتم صح وعفية يوم ان شاء الله كما تشوفوا معي في الصور سوف نعمل هذا البوني فنحن نفصله ونخيطه بطريقة سهلة وبسيطة فتابعوا معي الفيديو للنهاية تشوفوا طريقة الفصلة والخياطة وكذلك المقاسات باش تحصلوا على هذا البوني فنبدأوا على بركة الله بعد الصلاة على الرسول فأول حاجة نحتاجها باش نخيطه البوني خصنا يكون عندنا إما توب لكرة أو أي توب يكون مطاطي يكون كتيرا بهذا الشكل فكما كتشوفوا أنا غادي نستعمل هاتي شيرت كيكون توب ديالهم كتيرا فغادي نوريكم طريقة الفصلة فما طبعا يمكن لكم تستعملوا توب إما عندكم توب لكرة أو لأي توب مطاطي أو لا تعملوا إعادة تدوير كما عملت أنا في شي تي شورت يكون عندكم كتيرا فبعد ما كانت مني توب ديالي على أربا كما كتشوفوا مجيه اللي مسدودة كتتحدو 40 سنتيم فأنا هنا ما كفر نتنيش 40 سنتيم ثم عملو 40 سنتيم باش يجيكم البوني ديالي لكم في مصروب طو يجيكم مزيان هنا يفجيها كذلك اللي مزدودة من الأعلى غادي نعملو 22 سنتيم وغادي ننزلو كذلك 22 سنتيم وغادي ننزل الخطوط اليالي بهذا الطريقة هيكون خط مستقيم ومن هنا من الأسفل غادي نحددو 1-5 سنتيم كما كتشوفو وغادي ننزل هاد نقطة بهاد نقطة بشكل مائل بهذا الطريق وغادي نقطعوه وغادي تشوفو الشكل هنا يما بليش طباشير فغادي نقطعوه تشوفو الشكل اليالو فبعد ما كنقطع القطع الأولى اليالي كيكون شكل الياله بهذا الطريق فغادي نتخلوه باش نفصلو الجزء الثاني القطع الثاني اللي كتكون في الخلف فكيما كتشوفو انا هنا يا غادي نستعمل الأكمام ديال تي شورت فهدي فكرة في إعادة تدويري يمكنكم تستبدو تي شورتات اللي عندكم كيكون التوب ديالهم باقي مزيان كيكونوا كي تتيرو انكم تعملو بيوم هات البونية كنعملو متحت الثاني اللي كيكونوا مثلا خفافا كيبينو فكتستغلو في حال هاتي شورتات بأنكم تعودو إعادة تدوير ديالهم فهنا يا إلا كنتو كتعملو التوب غادي تعملو قطع ديال التوب تتنيوها على اثنين كيما كتشوفو ومن الأسفل غادي سحدو عشرة سنتيم وهي متنية على اثنين فبعد ما كنفتحوك يكون من الأسفل عشرين سنتيم هنا يا كيما كتشوفو عشرة سنتيم ومن هنا يكون اثنين وعشرين سنتيم وكن قطعوها بشكل مائل من الأعلى كيما كتشوفو هنا يا دبا غادي انتغلو المرحلة هات الخياطة فكيما كتشوفو هات القطعه بعد ما كنفتحوها كيكون الشكل دياله بهذا الشكل دبا متنية كيما كتشوفو متنية على اثنين كنقلبو الوجاه على الوجاه بش كنخيطو مالظاهر ديالتوب كيما كتشوفو الجوانب بهذا الطريق كيما كتشوفو بعد ما خيطنا الجوانب بهذا الشكل فكنا نقلب على الوجاه التوب كيكون الوجاه ديالتوب وهذا وكتكون الخياطة خلينها للداخل اذا كان عندكم السرجي فتخيطو به احسن فكتكونو كتخيطو كتفينيو في نفس الوقت انا خيطي بماكينة عادية وهنا كيما كتشوفو هات القطعه اللي كتكون في الخلف انا عملت للاستيك من الاسفل كيما كتشوفو كنا عمل للاستيك عشرة سنتيم وكنجيب الجوانب ديالة عاديك الشكل الدائري اللي عندي كنخيطو مع الجوانب ديال القطع الكبيرة كيما كتشوفو بهذا الطريق وهذا هو الشكل النهائي بعد ما كنخيطه كيما كتشوفو الشكل ديالة وبهذا كان وصلنا نهاية الفيديو كيما كتشوفو معنا البوني ديالنا فصلنا وخيطنا بطريقة سهلة يمكن لكم تعملوا الالوان مختلفة كنت لبسوهم تحت بنياز او شيلان فكنتمنى ان فيديو اليوم يكون الاعجابكم استفدتم منه فهذا كما كتشوفو فكرة بسيطة يمكن لكم تعملوها كمشروع فكنتمنى انها تأجبكم وتستفدوا منا تنسوش تدعجبكم الفيديو وتعملوا اللايك وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم على امل ان القاكم في فيديو جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في امان الله